يبدو أن هذه المشاهد قد أخذت حاجتها من الجو العام الذي يخيم على درعة ومحيطها في إطار الطبول التي يقرعها النظام وحلفائه على المنطقة التي كانت الأهداء نسبيا طوال عام على الأقل والأبرد طوال عامين كاملين تتغير محاور الحديث عن هذه المنطقة بتغير السيناريوهات المطروحة حولها والتي ترسم خلف الغرف المغلقة في عمان وتل أبيب حيث لا مكان لأي تسريب أو إشارات ولو شحيحة فإن ستكون الوجهة هل هي إلى حرب ضروسا أو تمهيدا لاتفاق مدروسا يرضي قدر المستطاع الدول المتوغلة في هذه المنطقة وإذا ما استبعدنا الحديث عن أمر سياسي يدبر في الخفاء تبقى أصوات المجنزرات والطائرات هي الأعلى والتي تدفع للحديث عن فصائل المعارضة في المنطقة التي يحب السوريون تسميتها بمهدي الثورة في درعا يوجد من الفصائل من كل الألوان والانتماءات التي تختلف فيما بينها بالأولويات فما الذي ستفعله إذا نفذ النظام وحلفة أهتادي داتهم بالهجوم فعلا بينما يقف جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة كعدو متربس بالجميع الاستعداد المسبق والحديث عن جانب القرار أخصحت عنه بيانات مكتوبة ومرئية وبعض من العروض العسكرية أعمال تبدو حاسمة للغالبية العظمى من جمهور المعارضة إن كان هناك من يشكك بالجدية استنادا إلى عدة أمور أبرزها مدى استقلالية قرار هذه الفصائل من جهة وقدرتها على المواجهة العسكرية وجها لوجها ليس مع النظام بشكله المعتاد وإنما مع كتلة تحالفات لها سطوتها العسكرية اشتركوا في القناة